اشتركوا في القناة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنني أشعر بسعادةٍ كبيرة في هذا الجلوس مع إخواني وأحبتي في الله في هذا المجلس المبارك في بيتٍ من بيوت الله تبارك وتعالى سائلنا الله جل وعلا في بدء هذا اللقاء أن يجعل مجلسنا هذا مجلسًا مباركًا وأن يعمره بالخير والنفع والبركة وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح وإني أعلم أن عددًا ليس بالقليل من الإخوة الكرام جاءوا من أمكنةٍ بعيدة وتحملوا مشقة المجيء والسفر للحضور إلى هذا المكان فأسأل الله عز وجل لهم وللجميع المثوبة والأجر والفائدة والغنيمة وأن يُسلِح لنا شأننا كله وأن لا يَكِلَنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميعٌ قريبٌ مُجيب موضوع لقائنا هذا معاشر الكرام أسباب النجاة يوم القيامة وهذا الموضوع بلا شك موضوعٌ عظيمٌ للغاية وهو مطلب الصالحين كلهم فكل صالحٍ يرجو نجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يقول فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ وأبدأ الحديث عن هذا الموضوع العظيم بقصةٍ عجيبة رواها الإمام أحمد في مسنده تُبَيِّنُ لنا مكانة هذا الموضوع وعظيم شأنه وشدة عناية الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بهذا الموضوع الجليل يرويها الصحابي الجليل عُثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين وأطراف هذه القصة ثلاثةٌ هم خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكرٍ وعمر وعُثمان رضي الله عنهم روى الإمام أحمد في مسنده عن عُثمان بن عفان رضي الله عنه قال مر بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وسلم علي فلم أشعر فذهب عمر في ولاية أبي بكرٍ رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له رأيت ماذا صنع عُثمان سلَّمت عليه فلم يرُدَّ عليَّ السلام قال فأتي إلي أبو بكرٍ وعمر فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه لعُثمان سلَّم عليك أخيك عُمر فلم ترُدَّ عليه السلام قال ما شعرتُ به قال ما شعرتُ به فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه صدق عُثمان شغلك أمرٌ عظيم قال نعم كنتُ أُفَكِّر في نجاة هذا الأمر مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه لقد سألته عن ذلك فقال عُثمان بأبي أنت وأمي أنت أحق الناس بذلك فماذا قال لك قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرَدتُها على عمي فردَّها علي كانت له نجاةً فهذه القِصة العظيمة تُصوِّر لنا شِدَّة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الموضوع الكبير وتأمَّر رعاك الله هؤلاء الثلاثة مبشرون بالجنة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ويفكرون في نجاة الأمر هذا التفكير حتى إن عُثمان رضي الله عنه من شدة تفكيره بالنجاة مرَّ به أخوه عُمر ابن الخطاب وألقى عليه السلام فلم يرُد لأنه لم يشعُر به من شدة تفكيره في نجاة الأمر مع أنه رضي الله عنه وأرضاه مبشرٌ بالجنة والواحد منا قد تحصل له مثل هذه الحالة يمرُّ به أحد إخوانه ويُسلِّم عليه ويُسلِّم عليه ولا يشعُر به ولكن يكونُ مشغولًا انشغالًا شديدًا بأمرٍ من أمور الدنيا فيُلقى عليه السلام ولا يشعُر لشدة انشغال قلبه بأمرٍ من أمور الدنيا أو مصلحةٍ من مصالحها ومعاشر الكرام يجب علينا أن نُفكِّر جيدًا في أمر النجاة وأن نسعَى جيدًا لتحصيل النجاة وأن نعرف أسباب النجاة يوم القيامة وأن نحرِص على العمل بأسباب النجاة يوم القيامة لنكون يوم القيامة من الفائزين وعن النار مُزحزحين وإلى الجنة من الداخلين بمن الله الرب الكريم سبحانه وتعالى في هذه الوقفة وفي هذا اللقاء أُذكِّر بأعظم وأهم أسباب النجاة يوم القيامة وأعظم ما تكون به النجاة يوم القيامة توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه وشاهد ذلك واضحٌ من القصة التي مرت معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمامها من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردَّها عليه كانت له نجاة فالتوحيد هو النجاة ولا نجاة إلا بتوحيد الله جل وعلا ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ولا نجاة إلا بها وليست نجاة المرء بهذه الكلمة بمجرَّد قولها دون فهمٍ لمعناها ودون عملٍ بما تقتضيه من توحيدٍ وإخلاصٍ لله تبارك وتعالى فإن لا إله إلا الله إنما تكون نافعةً لقائلها سببًا لنجاته يوم لقاء الله تبارك وتعالى إن قالها عن علمٍ وعملٍ وصدق عن علمٍ بمعناها وعملٍ بمقتضاها وأن يكون قالها صدقًا من قلبه فإنه إن قالها عن علمٍ خرج من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون وإن قالها بعملٍ بها خرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون وإذا قالها عن صدقٍ خرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون وقد دلَّت نصوص الكتاب والسنة أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله إنما تكون نافعةً لقائلها موجبةً لنجاته يوم لقاء الله تبارك وتعالى إذا استوفى شروطها التي دلَّ عليها كتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم قيل لوهب بن منبِّه رحمه الله وهو من علماء التابعين أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاحٍ إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاحٍ له أسنان فُتِح لك وإلا لم يُفتَح مُشيرًا بذلك إلى شروط لا إله إلا الله التي لا قبول لها إلا بتحقيقها وقد دلَّت نصوص الكتاب والسنة أن للا إله إلا الله شروطًا سبعة لا قبول لها إلا بها وهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والريب والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والكره والانقياد المنافي للرد وعدم القبول والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد وهذه الشروط للا إله إلا الله جمعها أحد أهل العلم في بعض الأبيات فقال وبشروطٍ سبعةٍ قد قُيِّدت وفي نصوص الوحي حقًا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه والشرط السابع من هذه الشروط والإخلاص المنافي للشرك والرياء السبب الثاني من أسباب النجاة يوم القيامة العمل بالسنة السنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا نجاة إلا بلزوم هديه القويم وصراطه المستقيم وقد قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق والبدع ليست من أسباب النجاة وإن أكثر من الأعمال التي هي قائمة على البدعة والهوى لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها منه فإن الله عز وجل إنما يقبل عمل العامل إذا كان موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد ولهذا في قصة الناس الذين يُذادون عن حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يُقال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقتصادٌ في سنة خيرٌ من اجتهاد في بدعة اقتصادٌ في سنة أن تُحافِظ على أعمال ولو كانت قليلة من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تواضب عليها وتُحافِظ عليها وتعتني بها خيرٌ لك من أن تجتهد في أعمالٍ كثيرةٍ جدة قائمةٍ على البدعة لأن ما قام على السنة وإن قلَّ قُبل وما قام على البدعة وإن كثُر رُدَّ على صاحبه ولم يُقبل منه ومن الآيات الجامعة لموجبات النجاة يوم القيامة قول الله عز وجل وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ أَلْفَائِزُونَ فذُكِرَ في هذه الآيات الكريمة أمورٌ أربعة تكون بها النجاة ويكون بها الفوز يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وهي طاعة الله جل في علاه باتباع شرعه ولزوم ما أمر به تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبلَّر عن الله جل وعلا فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطِق عن الهوى إنه إلا وحيٌّ يوحى ولهذا فإن طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن يُطِع الرسول فقد أطاع الله والسبب الثالث خشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة والسر والعلانية وإذا قامت الخشية في قلب العبد صلح عمله واستقامت حاله وانتظم على طاعة الله سبحانه وتعالى وكان مباعدًا عن المعاصي والذنوب والسبب الرابع تحقيق تقوى الله عز وجل وتقوى الله جل وعلا عملٌّ بطاعة الله على نورٍّ من الله رجاء ثواب الله وتركٌ لمعصية الله على نورٍ من الله خيفة عذاب الله ومن أعظم أسباب النجاة يوم القيامة أن تعتني بفرائض الإسلام واجبات الدين ولا سيما الصلاة التي كتبها الله عليك خمس مراتٍ في اليوم والليلة وأن تُجانِب الحرام وأن تبتعد عن الكبائر والآثم فقد روى مسلمٌ في صحيحة من حديث جابر رضي الله عنه أن النُّعمان بن قوقل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم وفي روايةٍ في صحيح مسلم أنه قال ولم أزد على ذلك شيئًا أدخل الجنة؟ قال نعم قال النُّعمان بن قوقل رضي الله عنه والله لا أزيد على ذلك شيئًا والله لا أزيد على ذلك شيئًا فمن حافظ على فرائض الإسلام العظيمة واجبات الدين التي أُجَبَها الله سبحانه وتعالى على عباده وابتعد عن كبائر الذنوب التي رُتِّب عليها العقوبات من لعنٍ أو طردٍ من رحمة الله أو عدم دخول الجنة أو نفي الإيمان أو قيل في حق صاحبها ليس منا أو نحو ذلك من الكبائر الموجبة للعقوبة ويوم القيامة كان ذلك موجبًا لنجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وسلامته من العذاب من هو هذا الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام النُّعْمان ابن قوقل كثير من المسلمين الآن لا يعرفون ابن قوقل رضي الله عنه ولا يعرفون كثير من الصحابة ولكنهم يعرفون ومعرفة يومية قوقل ولكن بكسر القاف الثانية يعرفون قوقل ولكن بكسر القاف الثانية المحرك البحث جوجل يعرفونه هذا يعرفونه معرفة جيدة وكل يوم ينشغلون مع جوجل ويدخلهم هذا إلى أشياء ومتاهات وأفكار وأمور وانحرافات أما الصحابة لا ابن قوقل ولا غيره معرفتهم بهؤلاء ضعيفة جدا وعقولهم وأفكارهم مشقولة مع جوجل وما يوصلهم إليه من متاهات ومصائب وانحرافات والله المستعان ومن أعظم أسباب النجاة يوم القيامة أن تتذكر دائماً الوقوف بين يدي الله وأن تتذكر الحساب والمجازات وأنك ستقف يوماً أمام الله سبحانه وتعالى ويسألك عن حياتك هذه كلها عن شبابك خاصةً وعن عمرك كله عامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لتذكر المعاد واستحضاره واستشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى كان ذلك موجباً لصلاح أعماله وكان صلاح أعماله موجباً لنجاته يوم يلقى الله عز وجل ولهذا فإن من يؤتى كتابه يوم القيامة باليمين ينطلق مسروراً بكتابه قائلاً ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي هذا سبب نجاته مخبراً عنه إني ظننت أني ملاق حسابي فالآت الأخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ومن موجبات النجات يوم القيامة أن تحذر أشد الحذر مهما تعددت أعمالك وتنوع الطاعاتك من أن تغتر بعملك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجو أحد يوم القيامة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فإياك أن تغتر بأعمالك ولكن عليك أن تجتهد بفعل الأعمال الصالحة وأنت بين الخوف والرجاء والله يقول في وصف عباده الأبرار والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن يقرأ سير الصحابة يجد في هذا الباب العجب العجب ومن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان في بيته وعنده زوجته فبكى في مرضه رضي الله عنه أرضاه فسمعته تبكي فبكت فقال لها ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت فسألته من الذي أبكاك قال تذكرت قول الله سبحانه وإن منكم إلا واردها أي النار كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ولست أدري أن أكون منهم أو لا ومن موجباتي النجاة يوم القيامة ولسيما عندما تنشب بين الناس الفتن المهلكة التي يحصل فيها انحراف الناس عن جادة الصواب وبعدهم عن الحق والهدى فإن الفتن من أعظم الأمور المهلكة للناس المبعدة لهم عن النجاة يوم القيامة فمن أعظم ما يعين على السلامة من الفتن وتتحقق به النجاة يوم القيامة أمور ثلاثة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الترمذي في جامعه وغيره قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله من نجات قلت يا رسول الله من نجات قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة ينجو بها المرء ولا سيما عندما تنشب بين الناس الفتن المهلكة فذكر عليه الصلاة والسلام أولا أن يملك المرء عليه لسانه وذلك أن اللسان من أعظم الأمور المهلكة وقد قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقد جاء عنه في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا فحفظ اللسان موجب لنجاة العبد أما إذا كان الإنسان يتكلم ويتكلم ولا يبالي بما يقول فإنه يهلك نفسه فإنه يهلك نفسه وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني في هذا الحديث لزوم البيت والمراد بلزوم البيت عدم التصدر والبروز للفتن وأتيانها والاستشراف لها وإذا لزم المرء بيته مجانبا موارد الفتن سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات كان ذلك له نجاة والمراد بملازمة البيت أن لا يذهب لأماكن الفتن لكنه يذهب إلى مسجده يصلي يعبد الله ويذهب إلى عمله متقياً الفتن ومصالحه الدنيوية لكنه لا يستشرف لشيء من الفتن بل يكون عنها في بعد وعدم استشراف لها والأمر الثالث البكاء على الخطيئة فإن أخطاء العبد وذنوبه كثيرة فيحتاج إلى أن يبكي على خطيئته وأن يندم على تفريطه وتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى والندم هو بوابة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا ومن أسباب النجاة صدق اللجوء إلى الله بالدعاء والإلحاح بالسؤال فإن الأمر كله بيد الله فإذا أردت نجاة نفسك فاطلب ذلك من الله واصدق مع الله تبارك وتعالى في سؤاله وإذا تأملت فإن الخير الذي به نجاتك من التوحيد والاتباع واللزوم الطاعة وغير ذلك من مجبات النجاة وأسباب كل ذلك بيد الله ولا يمكن أن تفعل شيئا من ذلك إلا إذا أعانك الله وسددك ولهذا عليك بالعناية بالاستعانة بالله طلب العون منه وصدق اللجوء إليه في الدعاء والإلحاح عليه تبارك وتعالى بالسؤال بأن يهديك وأن يثبتك وأن يصلح دينك وأن يعيدك من الفتن وأن يجعلك من أهل النجاة من أهل الجنة وأن يعيدك من النار أكثر من السؤال والدعاء فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدًا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه ومن أسباب النجاة يوم القيامة كثرة الاستغفار أن تكثر من الاستغفار والاستغفار هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام طوبًا لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارًا كثيرًا فالاستغفار من موجبات النجاة والسلامة من الهلاك فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذِّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذِّبهم وهم استغفرون ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عجبتُ لمن يهلك والنجاة معه عجبتُ لمن يهلك والنجاة معه قيل وماهي قال الاستغفار ومن موجبات النجاة يوم القيامة العناية بالعلم الشرعي لأن العلم الشرعي نورٌ لصاحبه يهتدي به في الظلمات قال الله سبحانه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِهِ بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا فالعلم نورٌ لصاحبه فإذا اعتنى المرء بالعلم عرف واجبات الدين وعرف فرائض الإسلام وعرف الحلال والحرام وعرف الأحكام فتكون عبادته لله على بصيرة ويكون اجتنابه للآثام وبعده عن الحرام على بصيرة وأما من لا علم عنده ولا بصيرة له بدين الله كيف يتقي الآثام وكيف يبتعد عن الذنوب وقد قيل قديماً كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ومن موجبات النجاة يوم القيامة الحرص على تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء فإن الصاحب ساحب ومؤثرٌ في صاحبه ولابد ومن صاحب الأخيار لزم طريقهم طريق النجاة ومن صاحب الأشرار لزم طريقهم طريق الهلاك وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا السبب في النجاة يوم القيامة تأمل الندامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ندامة من صاحب الأشرار وعضهم أصابع الندم يوم لا ينفع الندم ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلة ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أغلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان الإنسان خذولاً يعض أصابع الندم أنه لم يصحب فلان ولم يرافق فلان ولم يمشي مع فلان لكن ندامته لا تنفعه يوم القيامة ولهذا من أراد النجاة لنفسه فعليه أن يلازم الأخيار وأن يصاحب الصالحين وأن يبتعد عن مصاحبة الأشرار فإن صحبتهم هلكة لمن يصحبهم في دنياه وأخرى وفي زماننا هذا وجد نوع من الأصحاب لم يكن له وجود في الأزمنة السابقة وقد أهلك كثيراً من الناس ألا وهو صحبة القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت المهلكة من خلال الأجهزة الذكية ومن خلال الشاشات فإن كثيراً من الناس ولا سيما الشباب والشابات يصحبون تلك المواقع وتلك القنوات لأوقاتٍ طويلة من أيامهم ولياليهم يشاهدون ما يبث ويستمعون بآذانهم إليه من المواقع المجتملة على الشبهات المفسدة للعلم والعقيدة والشهوات المفسدة للعمل والإرادة والقصد فهلك كثير من الناس ولا سيما من الشباب والشابات بسبب هذا النوع من الصحبة الذي استجد في هذا الزمن فمن أراد لنفسه النجاة فليكن على حذرٍ شديد من مواضع الفتن وموجبات الهلاك والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له ومن موجبات النجاة يوم القيامة الحذر من العدو الخفي الذي يراك ولا تراه ويجري منك مجرى الدم من العروق ألا وهو الشيطان أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه والحذر من اتباع خطوات الشيطان ومكره بالإنسان وحبائله ووساوسه وكيده لهذا الإنسان ليكون الإنسان من الهالكين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أعادنا الله أجمعين وذرياتنا وأهلينا من الشيطان الرجيم وقد صحَّ في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه أي أنه قاعد لك في كل طريق تسلكه سواء كان الطريق طريق خير أو كان الطريق طريق شر فإن الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق أما إن كان الطريق طريق خير فهو يقعد له فيه ليثبِّطه ويثنيه عن سلوك هذا الطريق وأما إن كان الطريق طريق شرٍ فإنه يقعد له في هذا الطريق ليحُثَّه ويحُضَّه على المضيِّ فيه وماذا يستفيد من يُطِيع الشيطان؟ ماذا يستفيد من يُطِيع الشيطان في ما فيه هلكته في دنياه أخرى؟ إلا أن دامه يوم القيامة يوم يقف الشيطان أعاذنا الله منه خطيبًا في أتباعه فماذا يستفيد من يتبع الشيطان إذا كان يوم القيامة في جُملة الأتباع الذين يخطُب فيهم الشيطان خُطبةً ذكر الله سبحانه وتعالى نصَّها في القرآن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم أي منقدكم من العذاب وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذابٌ أليم والشيطان أعاذنا الله منه له طرق كثيرة في غواء الإنسان وصدِّه عن سبيل الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى وقد فصل الإمام بن قيم رحمه الله تعالى ذلك تفصيلاً واسعاً نافعاً في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لأن الشيطان له مصائد وضعها ليصطاد الناس فيصدَّهم عن دين الله تبارك وتعالى له خبرة طويلة جداً في الإغواء وطريقة الإغواء ولا يوجد خبرة ويتحدَّثون كثيراً عن الخبرة الطويلة خبرة خمسين سنة خبرة مئة سنة أطول خبرة توجد خبرة الشيطان خبرة طويلة جداً من زمن آدم وهو في مكر وتخطيط وتدبير وكم من الناس في الأمم التي قبلنا دخلوا في الحفر وقد أغواهم الشيطان أمم لا حد لها وأكثر الناس أتباع للشيطان من شدة مكره وصدِّه عن دين الله تبارك وتعالى ولهذا يجب على كل مسلم أن يتخذ الشيطان عدواً وأن يحذر من خطوات الشيطان وأن يُكثر من الاستعادة بالله تبارك وتعالى منه وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بالله إنه هو السميع العليم وأختم لقاءنا هذا بدعوةٍ عظيمة لها تعلُّق بموضوعنا النجاة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى يُستحبُّ للمسلم أن يدعو بها في اليوم والليل ثلاث مرات ألا وهي ما رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أن أبا بكرٍ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علِّمني دعاءً أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال النبي عليه الصلاة والسلام قُل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربَّ كل شيءٍ ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذُ بك من شرِّ الشيطان وشركه وفي رواية وشركه وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرَّه إلى مسلم قال قُله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى مضجعك وإذا أويت إلى مضجعك فهذه الدعوة العظيمة المباركة يُستحبُّ للمسلم أن يدعو بها في اليوم والليل ثلاث مرات مرَّةً في الصباح ومرَّةً في المساء ومرَّةً إذا أوى إلى فراشه لينم وفيها توسُّلٌ إلى الله تبارك وتعالى بهذه التوسُّلات العظيمة بأنه جلَّ وعلا فاطر السماوات والأرض وأنه تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة حاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً وأنه تبارك وتعالى ربُّ كل شيء ومليكُّه فهو المالك لكل شيء المُدبَّر للأمر جلَّ في علاه ثم توسُّلُن إلى الله بالتوحيد الذي هو أعظم الأعمال وأجلَّ المقاصد أشهد أن لا إله إلا أن ثم السؤال الله تبارك وتعالى أمورًا أربعة أن يعيد العبد منها أعوذ بك من شرِّ نفسي وشرِّ الشيطان وشركه وشرِّ الشيطان وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك وفي رواية هو شركه والشرك هو المُصيدة التي يضعها الشيطان للإنسان حتى ينحره فعوذ بك من الشيطان وشركه أي من حبائل الشيطان ومصائد الشيطان التي يضعها للإنسان وينصبها للإنسان ليحرفه فعرفنا اسم كتاب القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان مصائد الشيطان هي الشرك الذي يضعه الشيطان للإنسان ليحرفه عن سراط الله المستقيم وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجرَّه إلى مسلم وتضمنت هذه الدعوة الاستعادة من أمورٍ أربعة الأول والثاني منهما الأول والثاني منهما مصدر الشر ومنبعه والثالث والرابع من هذه الدعوات نتيجة هذا المصدر ومآله فالشرور التي تصدر لها منبعان النفس الأمارة بالسوء والشيطان النفس الأمارة بالسوء والشيطان هذا منبع الشر نتيجة اتباع هذا المنبع أن يقع في أمرين أن يقع في نتيجتين أن يقترف على نفسه سوءاً يجرَّ السوء إلى نفسه وأن يجرَّ السوء إلى الآخرين أن يجرَّ السوء إلى الآخرين فكم هو جميل بكل مسلم أن يواضب على هذه الدعوة مستشعراً معناها ثلاث مرات مرةً في الصباح ومرةً في المساء ومرةً عندما يأوي إلى فراشه لينام قبل أن أختم هذا اللقاء لدي سؤال أطرحه على جميع الإخوة وأريد أن أسمع من واحد منهم جواباً عليه من يلخص لنا أسباب النجاة التي مرَّت معنا في هذه الكلمة سبباً سبباً بدون شرح الأول التوحيد الثاني الاتباع وهكذا يذكرها سبباً سبباً بدون شرح من يجيب؟ إذن أنا سأختار اختياراً هكذا رغبة عندي بدون رفع الأيدي أنا سأختار بدون رفع الأيدي أريد أن تعطي المكروفون للشيخ يلخص لنا الأسباب أسباب النجاة يوم القيامة الأولى التوحيد الثاني الآمال بسنة الثالث الآمال الصالح والآخر الثالث الوكف بياد الله سباً وطاله بالدعاء ألبى أسباب الاخر بذكر هاتي dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang جلي kemudian hibzul lisan wasbabun akhar al-ikhlas berdoa asbabun akhar kasratul istighfar Allah subhanahu wa ta'ala wa amma kasratul istighfar talabul il musahhabatul salihan ya 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 jangan ketahui jangan ketahui apa namanya waspada terhadap perbuatan-perbuatan syaitan yang ada pada kita sebagai musuh kita ya 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 أريد أن أسأل الشيخ سؤالاً لا ينزعج منه ويجيبنا عليه كم عمر الشيخ؟ 76 حقيقةً أنا وجهت السؤال إليه دون غيره لسبب لأنني رأيت من بدأة الدرس إلى أن انتهيت والقلم بيده وما ترك القلم من أول الدرس إلى آخره وهو يكتب بدقة والذي سمعتم هو ملخص لما كتب وإلا فإنه كتب شيئاً كثيراً فأراه وهو بهذا السن وهمته همة الشباب بل همته أعلى من همة كثير من الشباب يوجد كثير من الشباب الآن جالسين ما كتب ولا حرفاً واحداً فهذا الشيخ جزاه الله خيراً يعني يعتبر مدرسة في الهمة ويذكرنا بأن طلب العلم لا يتوقف عند سن معين بل لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم إلى متى قال من المحبرة إلى المقبرة فطلب العلم مستمر فهذه الهمة من هذا الشيخ الفاضل جزاه الله خيراً حقيقة تعتبر مدرسة وتربية مفيدة لنا الأجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى وفائدة فأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يوفقه للعلم النافع وأن ينفعه بما علمه وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيماً والشيخ جزاه الله خيراً له عندي عدة جوائز ليست جائزة واحدة لو عندي جوائز عديدة وكثيرة أيضاً نعم وأول جائزة جائزة معجلة أقدمها له لأني نسيت محفظتي في البيت فأنا أهديه ساعتي هذه الأولى وأما الجوائز الأخرى فإن شاء الله تصل إليه في بيته في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يجعل ما تعلمناه حجةً لنا لا علينا وأن يهدينا إليه سراطاً مستقيماً اللهم أصلح لنا أصلح لنا أصلح لنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلباً سليماً ولساناً صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم عذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبِّت حجَّتنا واهدِ قلوبنا وسدِّد ألسنتنا واسلُل سخيمة صدورنا اللهم اغفِر لنا ذنبنا كلَّه دقه وجلَّه أوله وآخرة علانيةً وسرَّة اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر لا إله إلا أنت اللهم اغفِر لنا ولوالدين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدنيا اللهم اتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلِّط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه اشتركوا في الق velv مهم 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 صدرون